فقد الجندي الأفغاني أمين الله صاقه في إحدى المعارك في ولاية كبيسة وفقد معها كل أمل في الحياة لكنه بدأ يستعيد ثقته بنفسه شيئا فشيئا مع تأسيس فريقا رياضيا لمعوقي الجيش للمشاركة في دورة ألعاب إنفكتوس جيمز المقبلة ويعود تأسيس دورة الألعاب هذه إلى العام 2014 حين أقيمت لأول مرة في لندن في أيلول سبتمبر وهي مفتوحة للجرحة ولمن أصيب بإعاقات في الحروب من جنود أصبت بخيبة أمل في البداية وبأحباط لكن الرياضة تساعدنا لنظهر مواهبنا وقدراتنا وسيشارك الفريق الأفغاني للمعوقين في كرة اليد والتجذيف ورفع الأثقال وهم يستعدون لذلك بتدريبات يومية في ناد في ضاحية كابل وينتظر أن يشارك 500 رياضي من 18 بلدا في دورة العام الحالي التي تقام في سدني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر